أكلت في مطعم رومانسية في مكة ومستحيلا سطعمه انسي أي وصفة شفتيها قبل كده لمندي الفراخ الله على الجمال هي دي الطريقة الأصلية بتاعة المندي اليمني مندي المطعم السعودي المشهور في ساعة زمن تكلي أحلى فراخ وأحلى رز بسمتي سمي الله صلي على رسول الله شجعيني بأجمل لايك وشاركي الفيديو مع كل أصحابك أولا كده هختار فراخ تكون صغيرة دي فراخ بيضة يعني وزن الفرخة كيلو كيلو مية أقصى حاجة دلوقتي طبعا شايلة أماكن الزفارة الكلوة اللي بتعمل زفارة أطراف الجوانح ومنظفة الفراخ كويس قوي وغسلاها بالملح واللمون فتحتها من الضهر وهبتدي أقسم كل فرخة على جزئين بالشكل ده الفراخ بتاعتك لازم تبقى صغيرة طبعا أنا ما كنت بعمل عمرة الأكلة الرسمية هناك المندي خاصة من مطعم الرومانسية الشهير والله طبعا لا دعاية ولا إعلان لهم بس فعلا أحلى مندي من عندهم ومرتحتش كده غير ما عرفت سر التدبيلة حطيت كباية زيت زتون عليها عصير لمونة التوابل بقى بسيطة أوي جنزبيل فلفلسوت حبهان بودر بابريكا كوركم وكاري وبودرة زعفران لو فيه زعفران أصلي يكون أحسن التوابل بتاعته بسيطة وطعم الفراخ أصلا ما تحسيش فيها طعم التوابل بتحس كده بنكها بسيطة وخفيفة من البهرات البسيطة اللي حطناها حطيت كده لكل فرخة حوالي معلقة ربع من الملح وهقلب ولا بقى بصل ولا أي حاجة ولا أي إضافات ما بيتعملش يا جماعة غير كده والله نفس طعم المندي بالزبط اللي كلته هناك الفراخ طبعا لازم تكون نشفة وهبتدي أدينها بالتدبيلة البسيطة دي يعني نص معلقة من كل حاجة الكوركم والكاري الجنزبيل الحبهان الفلفل السود وطبعا بودرة الزعفران هي اللي بتدي للمندي اللون الأصفر الفراخ اللي شفتيها قبل كده في فصفات تانية دي فراخ ما شوية إنما المندي دي طريقته الأصلية طب يوم رأينا ما عندنا الزيت زيتون يكون نوعه كويس خلاص استخدمي أي زيت نباتي مفيش مشكلة بس اللي يميز المندي تشكيلة التوابل دي أوعد غياري فيها دلوقتي بقى هسيب الفراخ كده نص ساعة أنا سبتها نص ساعة بس في التلاجة وممكن تشتغلي كمان فيها على طول وهغلفها كويس بالتوابل اللي عملتها مع الزيت واللمون دلوقتي بقى الرز البسماتي هحطه في الصينية المندي طبعا أصله إن هو بيطبخ في أفران معينة تحت الأرض بس الفرن البيت بقى هنعمله بطريقة زيه بالظبط الرز البسماتي عندي هنا نقع عشر دقائق في معلقة خل صفيته بقى وهحطه في الصينية التوابل بتاعة الرز المندي بتكون عبارة عن إرفة وكمان حبهان بس أنا طحنته كده فحصرت اللمون وحطيت لمونة مجففة اللي هو اللومي شوية ورق لورة وشوية من الزيت مع معلقتين من السمنة أنا معي كده حوالي كيلو لربع رز بسمتي هحط بقى الملح ورشة من الفلفل لسود ومعلقة من ملقة الدجاج بتدي طعم حلوة قوي دي ملقة الدجاج شركات مصرية وهقلب كله مع بعضه آخر إضافة لرز المندي نص معلقة صغيرة من التوم تقدري تحطي التوم صحيح زي ما هو في الرز بيدي ناكها حلوة قوي أنا ما كانش عندي في حطيت نص معلقة من التوم المفروم نزلت بقى بالمية المغلية ولازم كمية المية تكون مغطية مستوى الرز كأنك هتعمليه على عين البتجاز هنا بقى قدام الخيارين لو ما عندكيش الشبكة اللي زي دي لو عندك فرن كهرباء تقدري تستخدم الشبكة بتاعته لو ما فيش تقدري تعملي طبقتين من الفويل يعني مش شرط الشبكة دلوقتي بقى بقيت التدبيلة كنت انفوضة معلقة وزعتها كده نقط فوق الرز هجيب بقى ورق زبدة وابتدي أفتحه بالسكينة كويس قوي هشيلها وهنزل بقى بالفويل وده اللي هيغطي الشبكة والرز مع بعض هنا لازم الفويل يغطي الرز عشان ما ينشفش ويستوي كويس كمان هفتح ايه الفويل وبعد كده بقى هجيب ورقة الزبدة اللي خرمتها وهحط على طول أحلى فراخ مندي في الدنيا بدون حلفان جده يا جماعة دي الطريقة والطعم يعني أنا أول ما كلت وعيني دمعت افتكرت مكة على طول بجد الطريقة دي هتعجبكو قوي جربوا الماندي بالتدبيلة والطريقة دي ومفيش أسهل منه ساعة زمن هتعملي أحلى أكلة بصوا بقى هندخله في الفرن طبعا الفرن أنا مشغليه على أعلى درجة حرارة هحط الشبكة في النص كده وطبعا الماندي الفراخ ما بتاخدش لون ولا تحمر مفروض تفضل صفرة كده فعشان كده أنا كنت بلى ورقة زبدة وحطتها فوق الفراخ وسبتها تستوي طبعا الفراخ يعني منزلة كل عصارتها من الفتحات اللي عملناها على الرز والريحة مش قادرة وصفل الجبارة إزاي لازم ترقب الرز كل شوية عشان ما يلزقش وتكون يحطاله كمية طوية كويسة وصوا جماعة الفراخ الماندي لازم تبقى باللون ده ما ينفعش تحمر ما شاء الله بتبقى طريقة ولونها أصفر فاتح وكمان في طريقة تانية بيسلقوها فيها هجيب بقى فحم عشان ناخد الطعن الأصلي ونبتدي ندخن الفراخ وطبعا هنقفل عليها كويس حط على الفحمة كده كل فحمة معلقة من السمنة وهنقفل عليها بس كده يا مرايانا الرز هياخد نفس تسوية الفراخ أقولك أيوه جرابي زي ما قلتلك الفرخة كيلو كيلو مية صغيرة زي كده وهياخده نفس التسوية طبعا بتتقدم مع صلطة الدقوس الشهيرة بس أنا كان عندي مخلل فقلت لأ إيه ناكل مخلل بلاش صلطة وعملنا صلطة الدقوس قبل كده كتير بصوا بقى الجمال اللهم بارك ولا الريحة يا جماعة ده مندي الرومانسي أنا هعمل لهم منشن وأنا بتحديهم بصوا بقى الزيبي بأساسي مع الرز الفراخ دايبة وتحفة خاصة لو سبتيها فترة كده في التدبيه لو ما استعجلتيش عليها حبيب قلبي أتمنى تكون طريقة المندي عجبتكو لازم تجربوه أكل سهل وسريع وفي نفس الوقت لذيذة كأننا سافرنا كده وجينا في نفس الوقت بحبكم في الله أتمنى تكون عجبتكو ما تنسوش تعملوا متابعة للصفحة عشان يوصلكوا كل جديد كان معاكي شايماء محمد والسلام عليكم ورحمة الله